تقدم فضيلة الإمام الأكبر أستاذ دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح أسيسي والقوات المسلحة المصرية قيادة وضباطا وجنودا للشعب المصري لمناسبة ذكرى تحرير سيناء وأكد الأزهر الشريف أن ذكرى تحرير سيناء هي ذكرى غالية على نفوس المصريين جميعا فقد خلدت ملحمة تاريخية للعزة والكرامة والإرادة في عدم التفريط في أي جزء من تراب وطننا الغالي مضيفا أن المصريين لن ينسوا ما قدمه جنودنا البواسل من التضحية بالغالي والنفيس فداء لتراب هذا الوطن وضع الأزهر الشريف الشعب المصري إلى استثمار هذه المناسبة لتكون دافعا لمواصلة العمل في بناء مستقبل وطننا الغالي دعيا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء وأن يحفظها من كل مكروه وسوء